صباح الخير من يوم ما ابتديت اعمل الفيديوهات اليومية ابتديت احس ان الروتين اليومي بتادي يتعدل شوية شوية من ضمنها مؤخرة ان انا بشرب القهوة معكم دايما كنت بشرب القهوة وانا بقرأ في كتاب او قاعدة بزبط نفسي وبعمل المهام اليومية بتاعتي فدلوقتي لقيت انه الاحسن ان انا اشرب قهوتي معكم وانا بتكلم مع ان انا بتكلم لمجرد كاميرا قدامي لكن انا حاسة بكل الناس اللي ممكن تتفرج وممكن تسمع وفي منهم كمان والدتي كمان وناس من قريبي وناس من اصحابي من زمان جدا جدا فحاسة كاني بتكلم مع ناس اعرفهم حاسة اني بتكلم مع ناس بحبهم فاعتقد ان دي طريقة حلوة قوي 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 ان الواحد يبتدي يومه وبقت حاجة حطاها من ضمن الروتين الصباحي وابتديت احب قوي قوي موضوع ان احنا نتكلم الصبح سوا بدون معمل سكريبت بدون مجهز حاجة الفكرة اللي بتيجي في دماغي هي اللي بتكلم عنها معاكم حتى لو تلاحظوا في الفيديوهات انا مش بعمل لها editing خالص مش باصاص كلمات اللي بيسموها اللي هي كل ده بسيبه زي ما هو من زمان قوي وانا كنت بحب اروح الابرا وبحب اروح حفلات الموسيقى العربية وكنت بحب اتفرج على البالي لما كنت صغيرة وكنت طالبة كان بيبقى فيه تذاكر معينة للطلبة باسعار مخفضة خالص فكنت قادرة عليها كان مقدور عليها لما جبرت واشتغلت وبقيت يعني بقبط مرتب ممكن اصرف منه على الحاجات ماما كنت تقول الحاجات الفانتازية دي الفانتازية يعني خيال وفعلا كان مرواحي للسينما او مرواحي لحفلات الموسيقى العربية او للحفلات في الابرا كانت يعني يعني نوع من العطلة او النزهة الروحية او النفسية في دنيا الخيال من الناس المهمة جدا جدا فاي عرض موسيقي سواء عربي او غربي هو ضابط الاقاع عارفين الراجل اللي بيعمل على الرئ او على الطابلة دول دوباط الاقاع اللي بيضبط الاقاع حتى كمان في الغرب في اكتر من آلة بيتخبط عليها الحاجة اللي بيتخبط عليها درامز بونجز طابلة اي حاجة من الحاجات دي ومن كذا سنة كان فيه يعني حد تعرفت عليه وكانت بتعلم درامينج بتعلم التطبيل وهذه السيدة عملت فريق عمل مع سيدة اخرى برضو صديقتي كانت بتشتغل مع الناس اللي هي عندها اكتئاب او عندها مشاكل نفسية والتنين مع بعض عمل ورش عمل للتطبيل تخيلوا للطبلة وكانت طبعا بيستخدموا ادوات كتير فانا رحت معاهم وحتى كمان اخدت اولادي وكنا احيانا بنتقابل في الشارع في سكوير معين في ميدان معين ونقعد نطبل وحتى ساعتها يعني لان انا ويني موسيقية شوية واداية بعرف استخدمها فكانوا مبهورين ان انا ازاي بعرف اطبل وان انا ممكن يطلع مني حاجات زي كده اولادي واحد كان حلو قوي في الموضوع ده والتاني ما معرفش بس وجود ايقاع مهم جدا جدا عشان المقطوع او المعزوفة تطلع بسلاسة وبلطف ولطيفة خالص خالص ويطلع الايقاع المزبوط اللعائل اللي بيوصل المقطوع دي للحالة اللي مطلوب منها يعني مثلا لو شفتوا في التلفزيون في مشهد فيه سرعة تب 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 اهو حتى انا قلتها ضبط ايقاع المشهد بالسرعة او مثلا حاجة حزينة تب 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 ده خلاني افكر بقى ده احنا كمان حياتنا لها ايقاع دايما نتكلم على رتم الحياة السريع على وطيرة الحياة السريع فيه حد ذاكي جدا جدا هو اللي اخترع هذا المصطلح اول مرة احنا طبعا مش عارفينه وبنستخدمه في حياتنا العادية وبقى جزء من حياتنا الرتم السريع للحياة الرذم الايقاع ايقاع الحياة كل الناس دلوقتي بتشتكي من ايقاع الحياة السريع طب هو مين اللي بيعمل الايقاع مين ضابط الايقاع في حياتنا بكروا كده لو مش انت ضابط الايقاع في حياتك طب بتسيب ايقاع حياتك دول مين فقدين مين عشان يحددها طيب خلاص انا قررت ان انا اكون ضابط ايقاع حياتي اعمل ايه انا دايما احب ابتدي من حاجات معينة يبتدي من الفايف دابليوز او من الخمس حواس من الفايف دابليوز هما الاسئلة اللي بالانجليزي اللي فيها دابليو what who when where and how امتى مين ازاي فين وزي ومين what و ايه وماذا دي الاسئلة اللي ببتدي بيها احلل اي موقف او هحلل بيها ايقاع حياتي او من الحواس الخمسة يعني ايه اللي بسمعه بيزود ايقاع حياتي ايه اللي بشوفه بيزود ايقاع حياتي حاسة اللمس دايما مش باخده على انها حاسة اللمس هو العمل ايه اللي بعمله عشان يزود ايقاع حياتي ايه اللي بتناوله عشان يزود ايقاع حياتي ويخليه سريع كده فكل واحد فين اياخد خمس دقائق ويفكر كده مع نفسه انا ايه ايقاع حياتي ايه الرذب بتاع حياتي هل هو بطيء اوي 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 ولا سريع اوي 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 ولا مظبوط لو مظبوط كويس حلو نستمر على ده لو بطيء اوي 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 الواحد حاسس بالملل حاسس انه ما بينجسش حاجة نسأل نفسنا ايه اللي بيخلي ايقاع حياتي يبقى بطيء وير امتا سوري فين بيبقى ايقاع حياتي بطيء في الشغل ولا في البيت ولا فين بالضبط او سريع الاسئلة تنفع على اتنين لو انا ايقاع حياتي بطيء او ايقاع حياتي سريع ايقاع حاسأل نفس الاسئلة امتا بيبقى سريع امتى بيبقى بطيق اه ده مثلا في موسم الامتحانات بيبقى سريع وبيبقى كذا وكذا وكذا او مثلا لما فلان الفلاني بيدخل حياتي فجأة اقاح حياتي بيبقى سريع ومتكهرب ومتكهرب كذا وكذا وكذا او لما نقلت الشغل الجديد اقاح حياتي بقى سريع ونقعد نسأل بقى الاسئلة داي طب ازاي طب ايه اللي بيحصل طب مين او او مش او و بعد ما نخلص الاسئلة نشوف بقى الحواس يا تارى في حاجة انا باكلها او بشربها بتزود استجابتي للمؤثرات الكتير الحوالية لا تتخيلوا تأثير الحاجات اللي بناكلها وبنشربها على مخنا وعلى نفسيتنا وعلى حاجات كتير عوي انا لها صديقة هي طبيبة ومتخصصة بس طبعا مش في مصر دي في كندا ومتخصصة في الاطفال اللي عندهم التوحد وحتى يعني كان فيه بنا شغله وانا كنت عاملة مجلة بس كانت بالانجليزي وكنا بنكتب مع بعض مقالات للامهات وهي كانت بتكتب مقالات للامهات اللي عند الاولادهم عندهم توحد وتكلمت اكتر من مرة على تأثير الغذى اللي بنيديه لأولادنا على الحالة النفسية بتاعتهم وده بالتالي علينا احنا كمان الاكل اللي احنا بنكله بيأثر على حالتنا النفسية مش كتير جدا تاكلوا اكلها وتقول اه انا حاسس ان انا مش قادر مش قادر اقوم انا حاسس بالوخم انا تعبان ليه لان الاكلة هيفي قوي تقيلة قوي على معدتنا فالمعدة سحب كل الدم اللي في الجسم بما فيه الدم اللي بيروح لمخنا وموجهال المعدة تاكل اكلة مثلا فجأة مثلا تلاقيك كده ماهايبر سكر عادنا اكلنا حلويات جبنا تورتاية من عند محل الحلواني بوم 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 فارتكناها اكلنا كمية سكر كتيرة قوي 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 بقينا هايبر ومش عارفين نودي الطاقة دي فان طاقة زيادة من الاكل اللي احنا واكلينه ومفيش مجهود او مفيش حاجة تشفط هذه الطاقة فبالتالي فيه ناس بيقولوا عليهم انهم الادرنالين جونكي الادرنالين اللي هو الهرمون بتاع المغامرة والخطر فيه ناس بتحب تدخل في مغامرات الكورتيزول هرمون السترس فيه ناس بتعمل من حياتها دراما فبتزيد مستويات الكورتيزول في دمها قوي 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 فتبتدي تدمنه تخيلوا فتبتدي تدور على هذه الدراما على فك الكلام اللي انا بقوله ده حقيقي تدور على هذه الدراما وتخلق هذه الدراما من اقل حاجة من ابسط حاجة عشان يفضل مستوى الكورتيزول في جسمها عالي لانها بقت مدمنة للكورتيزول فنشوف ايه اللي بنكله ايه اللي بنشربه القهوة مثلا الناس اللي بتشرب قهوة كتير انا بشرب فنجان قهوة في اليوم مش فنجان مجه قهوة في اليوم الواحد وما بزودش عن كده فيه فترات كنت بزود عن كده وكنت بشرب اكتر من كده لاني ماكنتش عارفة بدائل في الشغل فيه شاي وقهوة بس كافين فيه ايه تاني مفيش لما ابتديت ادخل بقى في انواع الاعشاب التانية واجبها واخليها عندي خلاص يعني وامنع السكر كمان يعني لما بعمل لنفسي عشاب بحط عمل غير سكر فبقى احتياجي ان انا اشرب لان انا عايزة حاجة اتسلى فيها فاحتياجي ان انا اشرب قهوة قال كتير جدا جدا نشوف ايه اللي بنسمعه ايه نوعية الاغاني اللي بنسمعها ايه نوعية الحاجات اللي بنسمعها ايه نوعية الحاجات اللي بنشوفها الحاجات اللي بنعملها انتو تتخيلوا ان سبب من اسباب زيادة الطاقة وان احنا يبقى عندنا نشاط هو الرياضة الرياضة بتخلي جسمنا صحيح بتخلي عندنا نشاط نقدر نعمل كل الحاجات اللي احنا نقدر اللي احنا عايزين نعملها فنزبط ايقاع حياتنا لا يبقى بطيء اوي 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 هياخدنا تحت جوابير ولا عالي اوي 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 هيطيرنا في السماء ونبقى محناش عارفين نطير ونقع فدي حاجة من الحاجات اللي فكرت فيها ان احنا لازم نكون ضباط الايقاع في حياتنا وان احنا نضبط الايقاع ده من احنا ناكل الاكل اللي يخلي ايقاع حياتنا كويس نعمل الحاجات اللي بتخلي ايقاع حياتنا كويس نتفرج او نسمع الحاجات اللي بتخلي ايقاع حياتنا كويس في حاجات طبعا نخرج عن ايرادتنا ممكن يكون فيه اشخاص معينة ممكن يكون فيه مواقف معينة اذا كان هنا ان احنا نحاول نحدد علاقتنا بالشيء اللي يدعم الايقاع اللي احنا محتاجينه في حياتنا فترة من الفترات تصحبت على صديقة لسه صحاب زي ما احنا بس حطينا بروتوكول شوية للتعامل اضطريت ان انا حط بروتوكول للتعامل صديقتي دي مش متزوجة مطلقة وما عندهاش اولاد عايزة تخرج كل يوم هي مش ما عندهاش اولاد هي عندها ولد بس هو مع بابا عايزة تخرج كل يوم عايزة تفسح كل يوم كل يوم عندها حتى عايزة تروح انا ما اقدرش على ده انا بحب الخروج بحب الفزح بحب قابل اصحابي بس ما اقدرش اخرج كل يوم ما اقدرش كل يوم الساعة سبعة ادور على حاجة اخرج فيها لا استعيل حياتي ولا ظروفي ولا ميلي الشخصي يسمح بدا فانسقت للعلاقة دي في اولها وكل يوم تعدي علي وانزل ونروح في حتة نقعد في حتة نقابل ناس نروح نحضر حاجة ففي مرة يعني ما اتصلتش بيا قبل ما تيجي لقيتها بتتصل بيا من تحت البيت انا تحت البيت انزلي فانزلت واقعدت معيها في العربية وقلت لها كده مش هينفع انا ما اقدرش كل يوم اخرج وما اقدرش ان انت تبقي تحت البيت وتقولي لي يلا هي طبعا اجنبية فهي مش محتاجة تلبس زي ما انا بلبس وتلف طرحها وتزبط نفسها يعني احتياجها من الوقت مختلف عن احتياجي انا من الوقت ف زعلت والفترة كده حاسيت ان هي مقطعاني لغاية ما لقيتها هي بتكلمني وخرجنا وقالت لي في الاول انا زعلت بصراحة وحاسيت ان انت حتى قلت هذه كده تخليتي عني كصديقة وانا كنت بمر بظروف وحشة وانت تخليتي عني مش هايز تخرجي معي لكن لما قعدت شوية مع نفسي وفكرت وابتديت افكر ده لما كنت متجاوزة ومعايا ابني كانت حياتي ازاي والكلام ده وقدرت اقدر وانا اشكر ليكي انك صريحة ويمكن دي خصلة لقيتها في الاجانب ما لقيتهمش في العرب ان هما لما بيعجبوا بحد وبشخصيته بيعبروا عن ده اه هما زينا طبعا بشر بيغيروا وبيحقدوا الكلام ده كله وفي مشاكل من النوايات تانية بس كتير قوي منهم لقيتهم انهم ما عندهمش مشكلة انهم يعبروا عن الاحساس الصادق اللي جوه قلبهم سواء متضايقين او معجبين بالموقف ومبسوطين وما عندهمش مشكلة للتصارح احنا ممكن نبقى اصحاب لمدة 20 سنة و30 سنة واكتر كمان ويبقى فيه حاجة من جوانا مضايقانة من حد ونبين ده بالتصرفات لكن ما نوعدش مع بعض ونغرب المشاكل دي ونزبطها فاندالك اعتيني عشان ما ما باعتش عن عن موضوع الاقاع فهي قالتلي انا احترامت جدا جدا كلامك لان انا ما تكلمتش معها بطريقة وحشة انا تكلمت معها وقلت لها انا ظروفي كذا 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 وما ينفعش ومش هينفع ولازم نحدد الاوقات اللي هنخرج فيها وهنخرج فين قبل ما يعني تجي لي تحت البيت ونخرج لان في مرة من المرات اعرضت علينا احنا نروح مكان معين وما كانش عندي وقت ان انا ادور على المكان ده ولا اعرف ايه هو وفجأت ان انا دخلت مكان ما كانش لطيف وده مش مرة واحدة دي حصلت معنا وحصلت مع مجموعة من الصديقات العربيات وانا في اماكن معينة بترتدها الجالية العربية هنا انا بحبش اروحها بيبقى فيها شيشة كتير احيانا بتصرف خمرة مع انها اماكن عربية انا بحبش ادخل مكان في خمرة الا اذا امضطر ان في ايفنت معين في مكان وفي خمرة قاعد بروح انا مش هشرب الخمرة بس مدام انا مش مضطرة ان انا اروح المكان ده فاروحت معاهم المكان ده وكان وحش جدا جدا وكملت القاعدة بس قلت بعد كده مش ممكن هروح تاني ومش ممكن حسمح لنفسي ان انا اروح مكان قبل ما ادور عليه على الانترنت واقرأ هو فين وايه واشوف صور منه وكمان فيه ناس بتكتب على هذا المكان ده في ايه فاحنا اللي بنحدد مين يقصر على حياتنا واحنا اللي بنديهم الحق انهم يقصروا على حياتنا مفيش حد بيقصر على حياتك بدون موافقتك اولها تاني مفيش حد بيقصر على حياتك بدون موافقتك الموافقة دي بقى منبعها ايه هو ده اللي بيختلف ولد خايف من ابوه ست خايفة من جزه موظف خايف من مديره شخص مش عارف حقوقه شخص عايز ياخد اكتر من واجباته وهكذا سبب الموافقة ان احنا بنسمح ان هذا الشخص يقصر على حياتنا بتختلف لكن في النهاية ان احنا 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 بنسمح لبعض الاشخاص انهم يقصروا على حياتنا فبالتالي نبقى احنا مش مبسوطين وقاعدين ماشيين طول الوقت مش مبسوطين مش مبسوطين مش مبسوطين ونتيجي في لحظة ننهار ونتعب ونعي ويبقى في عندنا مشاكل كتيرة قوي قوي فرسالة النهاردة اضبط اقاع حياتك اضبطي اقاع حياتك ازاي نحن نسأل نفسنا اسئلة هل اقاع حياتي سريع ولا بطيء ولا كويس طيب لو سريع او بطيء امتى بيبقى سريع امتى بيبقى بطيء فين ازاي في وجود اشخاص مين لما بعمل ايه وبعد كده نشوف الحواسط الخمسة انا باكل ايه انا بشرب ايه انا بعمل ايه انا بتلقى ايه بعنايا وبوداني ونحاول نحن نضبط اقاع حياتنا اقول لكم سلام عشان اكمل باقي الروتين اليومي بتاعي فيه حاجة انا بعملها كل يوم بس مش بصورها هي ان انا بعمل من 20 لنص ساعة من 20 دقيقة لنص ساعة يوجا انا وجوزي بنحط فيديو من فيديوهات اليوجا وبنعمل 20 دقيقة لنص ساعة يوجا زيكم زي الناس كتير قوي منكم مفاصلنا وعدلاتنا ابتدى السن يبان عليها انا في الاربعنات هو في الخمسينات فابتدينا يزهر ويبان علينا وابتدينا انا يمكن قلتلكم قبل كده ما كنتش بقدر ارفع رايي كده ده يعني ماما حتى ابني يقولي ماما انت كلما تجيلك فرصة ترفعي ايديك اه كلما تجيلي فرصة ارفع ايدي لان انا كنت حسة احساس وحش جدا جدا لما كنتش بعرف وماشياء عاملة ايدي كده ف لازم بعمل يوغا كل يوم حتى لو ما صورتهاش في الفيديو بنعملها لازم اقرى كل يوم فيه روتين يومي لازم اعمله والروتين ده هو اللي بيساعدني على ان انا اضبط اقاع حياتي اشوفكو بعد شوية اشتركوا في القناة 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 فده طبعا خليني قعدة فابكر بقى ايام انا كنت في الثانوية العامة واخواتي وقريبي وطبعا لما ابني دخل المرحلة دية وبعد كده اتخرج ودخل الجامع فاول حاجة الكلمة نفسها بابا والثانوية العامة هو ايه اللي خلال الثانوية العامة بابا احنا احنا اللي بنيدي الاشياء او الاشخاص القيمة بتاعتها احنا اللي عملناها بابا وطبعا ساهم في ده حاجات كتيرة قوي اول حاجة لازم نصحح شوية مفاهيم خاطئة عندنا على موضوع نظام التعليم انا بتكلمش على جودة التعليم وكلام ده لكن بتكلم على نظام التعليم سواء لان انا يعني من احتكاكي احتكيت بالطبعا السانوية العامة المصرية ده نظام انجليزي قريب جدا جدا للنظام المصري والامريكية والسانويات العامات في كذا دولة كله شبه بعضه على فكرة انت بتبقى عايز كارير معين هذا الكارير بيتطلب انك يأما تاخد حاجات ساينس علوم او حاجات ماثماتيكس حاجات رياضيات او حاجات ادبية السيستم هو هو طبعا في بعض السيستم يقولك تختار ده ولا تختار ده بناء على اختياراتك هتقدر تدخل الكلية اللي انت عايزها يعني مثلا في ناس هنا هو مثلا كان نفسهم يدخلوا طب او صيدلة ولكن اخدوا كل الحاجات بتاعت العلوم وما اخدوش اي حاجة فرياضيات اكتشفوا ان الجامعات بتطلب كالكولوس وبتطلب زي اللي هو الجبر والتفاضل وحساب المثلثات والتفاضل والتكامل طب الله دي حاجات مفروض حاجات علمية علوم فيزياء كيميا احياء لكن ايه لي خليلهم يطلبوا ده لا في بعض الجامعات والكليات طلبت ده فما ادروش يدخلوا الكليات دي لان ما كانش معاهم واعرف ناس اضطرت انها تاخد سنة خمسة يعني السنوية عندنا اربع سنين خدوا سنة خمسة عشان ياخدوا المادة دي بس اللي كانت طلبها الكلية فاحنا عندنا في مصر النظام هو هو علمي وادبي والعلمي يتاخد علوم يتاخد رياضيات على حسب انت عايز تدخل ايه فكون ان السيستمز مختلفة ده ما بيخليش السيستم بتاع مصر اوحش سيستم ولا السيستم بتاع بره احسن بكتير الاختلاف الحقيقي بيبقى في جودة التعليم كمان الكليات يعني احنا عندنا مثلا في مصر كليات طب مثلا طب عين شمس طب القاهرة طب المنصورة طب كذا كل كلية بتحدد المجموع اللي بتقبل منه وده مش غلط ليه لان انا دلوقتي متقدم لي الاف الخريين من السنوية العامة مش حقدر اختبر كل واحد فيهم واشوف ما يقول كل واحد فيهم الحاجة التانية الدراسة في هذه الكليات صعبة عايزة شخص بيعرف يذاكر فلازم يحطوا معايير معينة يقبلوا بيها ونفس الوضع في الكليات اللي بره ده الكليات اللي بره كمان مش بس كده يعني احنا عندنا بيبقى مجموع واحد بس اللي هو المجموع الكلي في الكليات اللي بره بيبقى فيه المجموع الكلي ان انت مثلا مجموعك الكلي ما يقلش عن تسعين في المية ومش بس كده في كل المواد الرياضية مجموعك ما يقلش عن 80% فمادت كذا ومادت كذا ومادت كذا الدرجة اللي انت خدتها في المواد دي ما تقلش عن 80% يعني في مرحلتين كمان للتنسيق عديت من الاولانية ان مجموعك الكل 90% دخلت المرحلة التانية في التنسيق وهي كل مادة انت واخدها جاي فيها كام فطبعا عشان احنا مش مطلعين على قصود الناس اللي هي في الدول العربية او الشرق اوسطية مش مطلعين على نظم التعليم في كل انحاء العالم بنفتكر اه ده احنا الدنيا عندنا خربانة ده السيستم عندنا زي الزفت ده مش عارف ايه ايوة طبعا فيه بلاويسو ده فيه لكن انا بتكلم على نظام التنسيق اذا كان عندنا مجموع ان يتدخل يا ما تدخلش هنا انت ممكن تدخل ومجموعك يبقى 95% او 98% او وبرضو ما تعرفش تدخل الكلية اللي انت عايزها لان المادة اللي الكلية دي طلبها انت مسلا جبت فيها اه 79 بدل 80 اه ممكن ما تدخلش وده بيحصل فدي النقطة الاولانية نحطها على جنب النقطة التانية بقى هو هو ولدنا دول فجأة صحينا لقيناهم في السنوية العامة مش كان فيه ابتدائية مش كان فيه اعدادية مش كان فيه قولة سنوي وتانية سنوي يعني احنا على مدار السنين دي كلها عارفين قدراتهم التحصيلية ليه بلاقي بعض الناس بتطلبهم باكتر من قدراتهم التحصيلية اه انا قريت حد كاتب عن حاجة حقيقية الشخص ده انا اعرفه انه قابل شخص شاب تاني اه طالع من السنوية العامة الساعة 12 بالليل بيلف في الشارع مش عايز يروح البيت وبيعيط بيقول له فيه ايه قال له انا خايف ارجع البيت لان انا ما حلتش كويس في الامتحان وبابا وماما حيبهدلوني وحيفضلوا يقارنوا ما بيني وما بين بنت خلتي اللي هي شطرة وضحيحة فهنا فيه نقطتين نقطة الاولانية ان احنا مفروض عارفين قدرات اولادنا التحصيلية ما ينفعش انطلبهم بحاجة اكتر من قدراتهم التحصيلية الحاجة التانية ان ما ينفعش نقارنهم بحد تاني ما ينفعش نقط نقول لحد شوف ابن خالك شوف بنت خالتك شوف ابن عمتك بيعمل ايه شوف مش عارف مين شوف مين كل بني ادم كائن مستقل بذاته له اللي بيحبه واللي ما بيحبوش له قدراته له اهدافه له كيان على بعضه لازم نبطل نقارن اولادنا بين اولاد التانيين ونقارن اولادنا ببعض يعني يعني الاخ مع اخوه او الاخ مع اخته لازم نقضي على موضوع المقارنة دي خالص لانها للأسف مش بتفيد ومش بتحسن اي حاجة ومش بتشجع ولادنا على فكرة ان هم يبقوا احسن او اي حاجة طيب خلاص قدينا هوق جات السنوية العامة طبعا انا بسمع من اصحابي المدرسين اللي بيحجزوهم معرفش من كام ويعودوا يدوروا والمدرس دا كويس والمدرس دا مش عارف ايه انا بقى هحكي لكم عن تجربتي انا الشخصية في الدروس الخصوصية طبعا انا خدت السنوية العامة من سنين كتير اوي 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 ايش عايز اقولها بس يعني انتو عارفين انا ما ما بدايقش ان انا اقول سني ولا اي حاجة انا اخدتها في التسعينات فدخلت طبعا كنت محتاجة شوية زق انا كنت في مدرسة كويسة جدا وكنت في فصل فائقات فطبعا المدرسين بتوعنا كانوا كويسين او كان في تنافس فضيع جدا فكنا يعني بنات نار ضحيحة طول الوقت نذاكر وانا تنافس بنا وبين بعض والمدرسين بتوعنا كانوا كويسين لكن برضو كنت محتاجة دعم شوية فطبعا اكتر حاجتين كنت محتاجة فيهم الدعم هم لا اكتر حاجة لها الماث كل بقى الجبر والتفاضل والتكامل وحساب المثلثات كل الحاجات دي وكنت محتاجة كمان في الاحياء انا في السنة بتاعتي درسنا كل حاجة هي سنة كده طلعت غريبة في النص مش عارفة سنة ولا سنتين درسنا علمي علوم وعلمي رياضة وخدنا كل حاجة يعني انا خدت رياضيات كاملة وخدت فيزيا وكيميا واحياء الاحياء كانت بالنسبة لي مشكلة لاني مش بعرف احفظ انا بحب افهم بحب يعني الفيزيا بحبها جدا جدا الاحياء والكيميا كانت عندي فيهم هي المشكلة الاحياء خدت فيها مجموعة دراسية في المدرسة والكيميا كمان خدت فيها مجموعة دراسية لكن خدت درس بعد كده الماث هو اللي انا خدت فيه دروس وبدلت اكتر منه درس وهقول لكم السبب ايه اول دخولي في موضوع التدريس ده ان انا اخد درس خصوصي صاحباتي بيتكلموا على مدرس رهيب بقى فضيع بيحفظ وبيعرف والكلام ده كله فقلت خلاص هروح اللي هو المركز التدريبي ده واخد معاه درس لقيت ناس كتير جدا جدا اكتر حتى من الفصل يعني الناس اللي كانوا الطلبة طلبة السنوي اللي كانوا حاضرين في المجموعة الفضيعة دي كانت كانت هول كده مساحة كبيرة وحطني انا كراسي 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 يعني دخلت قلت ايه ده ده انا الفصل في المدرسة بتاعي اقل من العدد ده كله فقلت خلاص خليني ادخل عدت حضرت اول مرة لقيته بيعمل دوشة وزيتة ومصفوفة بطن الجحش ايه ده ايه القرف ده وبقيت مش قادرة افهم منه ولقيته معتمد على انه يحفظنا الحاجة وانا مش عايزة احفظ انا بحب افهم حضرت مرة واثنين وقلاقي صحابي معجبين قوي بيه ومبسوطين بيه جدا وعملين ضجة فظيع عليه وانا مش قادرة استوعب من هذا الشخص اسلوبه وطريقته ودوشته وصوته العالي والتشبيهات اللي بيستخدمها مش مريحاني خالص فكلمت ماما فقالت لي خلاص مدام مش مرتاحة ليه يبقى ما ناخدش عنده فالمهم جابت لي مدرس تاني هي كان زوج خلتها ناظر مدرسة ناظر مدرسة سنوي وعلى علاقة بالمدرسين وكويسين وكل حاجة فجبنا اول مدرس جيه عادنا الراجل نص الوقت قاعدة عمال يرغي ويعني مش عارفة حسيت انه تضيع للوقت فروحت تاني لماما يا ماما انا مش مرتاحة مع المدرس ده معينه كان بيديني انا الوحدي وكان بياخد فلوس كتير قوي 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 عشان يديني انا الوحدي ماما انا مش مرتاحة برضو مع الشخص ده ليه؟ قلت لها حاجة تاني ليه تبق وحشة فلما بنعود سوا على التارابيزة انا شام ريحة دي انا متضيع طول الوقت انا متضيع والحاجة التانية انه بيقعد يرغي في موضيع كتير ففعلا خدنا مرة واثنين وثلاثة وبعد كده قالت له لأ خلاص حننحى تذاكر مع نفسها فطبعا اي ده عمل لنا شوية احراج مع عريب ماما ان انتو خليتوني جبتلكوا احسن مدرس عندي وبرضو ما عجبكوش انتو ما بيعجبكوش العجب والكلام ده كله وبعدين افتكرت مدرس كنت اخدت عنده كام حصة انا وزميلة لي فماما اتصلت بيه وجبته وهو ده اللي انا كملت معي هدفي من ان انا اخد عند مدرس كان ان انا اتعلم والجاب او الفجوة اللي ما بين قدراتي مع نفسي واللي انا عايزة اوصله المدرس هيساعدني ان انا ابرج بس الكلام ده هو كان من سنين كتير او من فوق العشرين سنة دلوقتي اللي انا بسمعه ان الناس بتحجز المدرسين من بدري ومش هتلاقي لولادك مكان والكلام ده كله لان احنا بنركز على المدرسين اللي وغدين ضجة المدرسين بقوا سليبرتيز مشاهير الاعلانات بتاعتهم والكلام ده والمدرسين يعودوا يطبلوا ويغنوا ويرقصوا ويعملوا حاجات غريبة جدا مع ان لو احنا شفنا مدرسين مش واخدين هذي الشهرة وهذي الضجة ممكن نجيب مدرس لولادنا يدرسهم كويس وبيفهم برضو كويس وبيعرف يشرح بس ما عندوش الهيلمان الفضيع الضجة اللي انها حاجة تجارية فما تنخدعوش باسامي المدرسين والاعلانات بتاعتهم وحش الفيزياء ومش عارف ايه والكلام ده عشان انا عايز اقول لكم ان تتربع العيال اللي بتاخد عند المدرسين دول برضو بيطلعوا يسقطوا في السنوية العامة وبردو بيجيبوا درجات زي الزفت ليه بقى لان الرك مش على المدرس الرك على الشخص يعني الرك دايما بسمعها من الناس بتقول كده يعني النتيجة مش معتمدة على المدرس اللي ابننا خد عنده درس خصوصي النتيجة معتمدة على ابننا نفسه وقدراته التحصيلية ومدى فهمه وانه لما يدخل الامتحان يبقى هادي عشان يفهم وعشان يحل زي ما قلتلكم ولادنا مش فجأة بيبقوا في السنوية العامة في سنين طويلة واحنا لازم نبقى عارفين سوري ولادنا خلال السنين دي ايه قدراتهم التحصيلية يقدروا يعملوا ايه مع نفسهم ولازم يعني يعتمدوا على المدرس في ايه بالضبط فمنجيش فجأة نعمل بوع بوع السنوية العامة نستعدله من قبلها منه هو اول ما يدخل سنوي نبتدي نعلمه ازاي يذاكر نبتدي نعمله جدول انا باستغرب جدا جدا ان مثلا تلاقوا دي حقائق سمعتها الولد او البنت بياخدوا 3 ا4 دروس في نفس المادة لا اصل المدرس دا بيعرف يشرح اصل المدرس دا بيعرف يحل مسائل اصل المدرس دا بيلم الموضوع قبل الامتحان طيب لما ابننا او بنتنا يحضروا الدروس دي كلها هيذكروا امتى مع نفسهم هيحلوا امتى هيطبقوا امتى المدرس اللي بيعرف يحل مسائل دا ما لازم يعرف يحل مسائل ابننا بقى او بنتنا بيعرفوا يحلوا مسائل بيعرفوا بقى يحلوا مسائل ازاي انهم يعودوا مع نفسهم ويحل المسائل دا ويجر والكتب مليانة الحلول يحل المسائلة ويشوف الحل ورا صح غلط انا عملت ايه صح غلطت في ايه كل الحاجات دي فالحاجة التانية كمان ان ما ينفعش ابعارف عن ابني او بنتي قدراتهم تحصلية معينة واطالبهم باكتر منها وفاكر ان لو ديتهم دروس اكتر هيجيبوا درجات اعلى هم عاملين زي بصراحة الميت اللي بنتدي له دم طب ما هو ميت اصلا هو قدراته التحصلية محدودة حاجة معينة ستين في المية سبعين في المية ثمانين في المية فاجأة عايزاه ينط عشان يدخل هندسة يدخل كذا وطبعا دخول بقى الجامعات الخاصة كل واحد فينا عايز ابنه انا ابني لبش مهندس فلان على فكرة انا ابني مش في كلية هندسة انا مهندسة بابا دكتور ابني مش في كلية هندسة وحصل بيننا حوار هو كان عايز يدخل سكة برمجة الكمبيوتر قال لي ماما انا مش هدخل هندسة الكمبيوتر ايه لي خليني ادرس حاجات انا مش عايز اشتغل فيها ومش عايز ادخل فيها ولما كان يجلنا ناس من اصحابنا كانوا يقولونه ايه ده مش عايز تدخل هندسة ازاي مش عارف ايه انا عايز ادخل زي في مصر حاسبات كلية حاسبات خلاص هو ده اللي انا عايزه خلاص فترة من الفترات ابني التاني بيقولي ماما انا عايز ابقى طباخ وكنا فعلا مشينا في الموضوع ده خلاص طباخ طباخ مش مشكلة او انا عايز اطلع دكتور بيطاري هو فعلا عايز يطلع دكتور بيطاري هو اللي عايز كده مش بقى عندنا ان ده انا عايز اطلع دكتور ولو ما دخلتش الطب هدخل اسنان او ادخل مش عارف ايه او ادخل ايه ده مش عيب بس الدكتور البيطاري مش أوحش من دكتور البني قدمين يعني دكتور البهايم ما احنا محتاجينه ده برضو دكتور ودرس وتعب وهيطلع يبقى شاطر ويبقى كويس ان احنا نعمل من السنوية العامة بعضة عشان هي اللي بتحدد مصير أولادنا ده كلام غلط خالص مش السنوية العامة هي اللي بتحدد مصير أولادنا شغل أولادنا هو اللي بيحدد مصير أولادنا وإحنا علينا ان احنا ندعمهم انا وانا بتكلم مع عريب ماما الله يرحمه كان انسان رائع جدا برضو في السنوية العامة حصلت لي دربكة واثرت على صحيتي لدرجة ان الواحد كان شعره بيقع في تخيره أولادنا المراهقين اللي في سنة 16 و 17 سنة بيبقوا سترسد وخايفين وعندهم مشاكل وضغطي يعلى وضغطي ينزل انضغطي كان بيعلى جدا فبتكلم معاه بيقول انت خايفة مني وطوله خايفة سقط قال لي ما تسقطي خضتني الكلمة طوله نعم قال لي يا ايه المشكلة ما تسقطي ونعيدك السنة عادي طوله نعمني ما سقطت في حياتي قال لي يا مش هتسقطي وطوله خايفة ما تخلش هندسة قال لي لا ما تقلقيش لو قلت انك هتخش هندسة هتخش هندسة لو انت خايفة انك ما تخشيش هندسة مش هتخش هندسة ايه يا عمه دا يا اونكل دا الحضرات بتتكلمه قال لي طيب خليني امشي معاك لو ما دخلتيش هندسة ايه الحل قلت له ما عرفش أجي لأ لازم تعرفي قلت له يعني ايه البدائل قلت له والله انا بحب هندسة الديكور وفي المكتب عند بابا كان عنده مهندس ديكور وشفت الرسومات شفت الحاجات بتاعته فقال لي خلاص ايه دي بديل لو ما دخلتيش هندسة تدخليه في نون جميلة وتتخصصي هندسة ديكور قال لي لا دي ما جاتش قلت له كمان كمان يعني يعني حضرتك ما عندكش أمل فيه قال لي لأ انا باخدك الكلام بتاعك واحدة واحدة فقلت له انا بحب الادارة واقول للناس تعملوا ايه وتعملوش ايه نشوفوا الكلام ده من ايام ما كان لسه عندي 15 16 سنة فقال لي خلاص يعني استبقى مديرة قلت له اه قال لي بس ما فيش حد بينزل ببراشوت يبقى مدير يبقى تدخلي تجارة ادارة اعمال وهو ده اللي انا كتبته في الرغبات في التنسيق يوم التنسيق ده بقى كان يوم حكاية بقى كان لذيذ جدا طبعا جايب الورق وجايب التوابع اللي كنا بنلزقها فجات واحدة قريبتي هي في طب تعالي يلا هنعمل فقلت له لا لا مش هنكتب خلينا نعمل اول بر طيب نكتب كل يات طب الاول ونكتب لان انا اخدوا بالكم ان انا ممكن ادخل هنا وادخل هنا لان كنا واخدين رياضة وكنا واخدين علوم نكتب كل يات طب الاول وبعدين نكتب اه اسنان وبعدين نكتب مش عارف ايه صيدلة كلها وبعدين نكتب حندسة ونكتب كذا ونكتب كذا قلت لها طب انا اساسا عايز ادخل طب ولا صيدلة ولا اسنان ازاي انت جايبها مجموعة كبير ممكن يدخلك الحاجات دي انا مش عايز ادخل الحاجات دي اصلا هو عشان انا جايبها مجموعة كبير ادخل الحاجات دي طب هتعملي ايه سبتها تكتب وفعلا والله جبتك اشكول وخلتها تكتب فيه وكذا وجي حد تاني لا 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 نكتب كزا ونكتب كزا ونعمل كزا ونحط كزا قبل كزا والكلام ده وبالليل خالص بقى بعد ما الناس كلها مشيت بابا بيقول لي انت لسا ما كتبتيش الاستمارة بتاعتك قلت له اه لسا قال لي طب اعودي اكتبيها بقى وعدت كده بتاعة لوحدي تماما حطيت كل الهندسات الاول بعدين حطيت كل فنون جميلة بعدها بعدين حطيت التجارة هو ده اللي كان التنسيق بتاعي لان دول التلات مجالات اللي وانا بتكلم مع انكل قريب ماما ده ساعدني ان انا افكر وبلور اه 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 رغباتي في اللي انا عايزاه مش في اللي الناس عايزينه مني وتسحلت الامور ودخلت ودخلت اه 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 هندسة وقوبلنا بتنسيق تاني اه اه كان فيه واحد صاحب بابا بيشتغل في في شؤون الطلبة وقال لي هاتي التنسيق بتاعك قال لي ايه ده ايه اللي انت حطاه ده انت جايبه درجات عالية يمكن تدخلي قسم كزا وقسم كزا قلت له بس هو ده اللي انا عايز ادخله قال لي انت حرة بس انت درجاتك عالية مش عشان درجاتي عالية ده بالعكس ده كويس ده معنا ان انا هنجح انا عايزة ايه ولادنا عايزين ايه مهمتنا ان احنا انساعدهم خدوا بالك ان في الفترة دي برضو دول مراهقين مش عارفين هم عايزين ايه مجربوش احنا اللي انساعدهم بس ما نمليش عليهم هم يعوزوا ايه فيه شاب رائع انا بحترمه جدا جدا جايب درجات عالية جدا ممكن تدخله هندسة قال انا مش هدخل هندسة انا هدخل تجارة عشان انا عايزة انا حبب المجال ده وانا عايزة بقى بزنسمان وانا حدخل المجال ده بالعكس كويس جدا فيه ناس كانت زعلانة ازاي ده جايب مجموع قد كده ايه يعني هو بالكيلو يعني احنا بنوزن المجميع بالكيلو فالناس اللي عندهم ولاد في السنوية العامة رفقا بيهم ما نحطهمش في استرس اكتر من الاسترس اللي هم قراتي فيه ما نعملش من السنوية العامة بابا نحط سيناريوهات متعددة دايما انا حب جدا الفكرة السيناريوز وفيه في التخطيط لان انا من الحاجات اللي ركزت عليها كان الستراتيجيك بلانيج فمن ضمن الاساليب التخطيط اللي هو بلانيج باي سيناريوز ان احنا نعمل سيناريوهات متعددة ونفكر لو حصل كذا هنعمل ايه ونسوي ايه ولو حصل كذا هيحصل ايه ولو حصل كذا هيحصل ايه نسمع الناس كتير دخلت السنوية العامة وما جابتش درجة اللي هم كانوا بيحلموا بيها وهم اللي طالبوا بنفسهم ان هم يعيدوا تاني فيه واحد برضو على معرفة كبيرة قوي بيه يعني ابيه ده لما نجح في السنوية العامة وجاب مجموعة ضعيف اتكلم مع بابا وقال له انا مش حابب ده وقال له طب انت عايز يا لان انا عايز ادخل كذا قال له عيد السنوية العامة تاني مع ان كان الظروفهم المادية صعبة جدا جدا وكانوا ايتام ومومتهم اتعبان عليهم جدا لكن بابا شجعه ان هو يعيد السنوية العامة تاني ويدخل تاني وفعلا دخل وجاب مجموعة اكبر ودخل الجامعة اللي هو كان الكلية اللي هو كان عايزها ففي قصص زي كده كتير فاحنا ما نعملش من السنوية العامة بابا لانها مش بابا دي سنة مش هقول زي اي سنة هي سنة خاصة سنة ليها ظروفها سنة ليها اسلوبها طريقتها ما نجريش ورا الاسامي البراقة كمدرسين ممكن نجيب مدرسين عاديين ياخدوا ولادنا ياخدوا معاهم ويستفيدوا منهم اكتر بكتير جدا من الاسامي اللي مع البراقة انتو ما شفتوش طريقة التدريس بصراحة الهبلة اللي بيدرسوا بيها عشان يحفزوا العيال ويخشوا اللي امتحاني يرجعوا الكلام دوة وبتاعوا خلاص يعني مش كده خلاص وبالراحة ونحافظ على كلامنا مع ولادنا ما نتخنقش معاهم نحاول نعمل عادات كويسة نحاول نخليهم ياخدوا قسط كافي من الراحة اسمع الولاد بيرجعوا من الدروس داع 11 و 12 بالليل هيناموا امتى ويصحوا امتى خدوا بالكم ان الفترة دي بلدوا فترة نمو عند ولادنا يعني لازم يناموا اطول فترة ممكنة خلال الليل لان هرمون النمو محتاج ضلمة فلما نشقلب لهم بقى حياتهم ليلهم نهار ونهارهم ليل ايه دا ايه اللي احنا بنعمله دا ايه اللي احنا بنعمله دا احنا معادش عندنا common sense خالص وعي ولا ادراك خالص فهو دي افكاري على بابا السنوية العامة طولت عليكم فاشوفكم في اخر اليوم بقى سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر